يعطيك العافية تامين اليوم درسنا رح يكون التعامل مع الشرائح أهداف الدرس بنا نتعرف اليوم على معاين الشرائح وعرضها وعلى كيفية تكرار الشريحة وكيفية نقل الشريحة أولا معاينة الشرائح يمكنك مشاهدة الشرائح التي صممتها بطرق عدة وذلك بالنقر على إحدى الأدوات التي تظهر في شريط المعلومات أسفلنا في ذات البرنامج سيكون عندي شريط المعلومات هدول الأدوات ننتعرف عليهم لما بدي أعمل معاينة الشرائح في عندي طريقة عادي وفي فارز الشرائح وفي عرض القراءة وفي عرض الشرائح أولا طريقة العادي تستخدم هذه الأداء لإظهار الشريحة بطريقة تمكنك من تصميم الشرائح وإدخال النصوص فيها والتعديل عليها أنا دائما أول ما أشغل البوربوينت بتكون دائما على الأداء عادي أما فارز الشرائح بتكون عبارة عن مجموعة شرائح تستخدم لإعادة ترتيب الشرائح يتظهر الشرائح جميعا في حيز العمل مصغرة شايفين حيز العمل مصغرة مثل ما ينبين من شكلها هلأ بورجكم يا ثالثا عرض القراءة يستخدم هذه الأداء عندما تريد مراجعة العرض التقديمي على نحو يشبه العرض الكامل ولكن في نافذة تحتوي على عناصر تحكم بسيطة لتسهيل المراجعة وعرض الشرائح مثل ما أنا هلأ عرضة بالشرائح هيك بيكون شكلها تستخدم هذه الأداء بعد اكتمال تصميم الشرائح لمشاهدة العرض بأكمله مع التأثيرات المحددة فيه بحيث تملأ الشريحة بأكملها خلينا نعمل معاينة للشرائح شايفين عندي هنا في شريط المعلومات هدول هنا عندي هاي النورمال العادي وهاي فارز الشرائح وهاي عرض القراءة وهاي عرض الشرائح أنا حاليا على الوضع العادي هكيتنا نقدر نعدل أو نكتب على الشريحة لما نكون على العادي وهي عندي هون الشرائح شايفين كيف معروضين تمام لو أجيض ضغطت على فارز الشرائح شايفين كيف تغير عندي أنا عندي 8 شرائح هاي هم واضحين وبعدل أبدل بيناتهم بكبسها وبالسحب والإفلات تمام وفي عندي القراءة عرض القراءة شايفين أنا بدي أقرأ الشرائح هون شايفين هون بتحكم فيهم شايفين عم بقرأهم بتفرج على الشرح وبقرأهم تمام وفي عندي سلايت شو اللي هو عرض الشرائح بيطلع لشاشة كاملة بيبلش يعرض بالشرائح مع الحركات مع كل إشي واضح هلأ عندي نرجع الوضع العادي وبيدي أعرض من عندي الشريحة اللي توقفت عندها لتكرار الشرائح بعمل عرض الشرائح تكرار الشرائح قد ترغب في تكرار شريحة صممتها سابقا لأنها تحتوي على بعض العناصر التي ستكرر في شريحة أخرى مع إجراء بعض التعديلات عليها مثلا طريقة في جزء الشرائح المصغر اضغط بزر الفأر الأيمن على الشريحة اللي بدي نكررها تظهر قائمة أوامر نختار duplicate slide اللي هي شريحة مكررة تمام فتظهر شريحة أخرى مكررة عن الشريحة التي اخترتها هيا نجربها مثلا خلينا نرجع لآخر الشريحة هون نقل الشريحة باجي كبسة يمين بختار duplicate slide شايفين صار عندي شريحتين بنفس الشكل ونفس المعلومات أنا هون شو بستفيد بدل ما أرجع أنا أنصقها مرة تانية إنها تكون العنوان باللون الأخضر وتحت هيك أنا نصقتها جاهزة إني أرجع أكتب لو بدي أرجع أكتب أي شي هون رح يأخذ نفس التمسيق ونفس حجم الخط ولون الخط واضح؟ هل نقل الشريحة قد تحتاج إلى تغيير موضع شريحة بين شرائح العرض كأن تجعلها في بداية العرض أو نهايته حكينا لازم نعرض أول إشي بطريقة فارز الشرائح ثم نستخدم أسلوب السحب والإفلات بفقرة على الشريحة المراد نقلها حتى تسقطها في الموضع المطلوب وهنا فارز الشرائح أنا بدي أنقل الشريحة هاي آخر واحدة وأحطها أول واحدة أو تاني واحدة بضغط بزر الفقر الأيسر وبضل ضغطه وبنقلها وين ما أنا بدي شايفين؟ الأهداف ها خليتها بالأخير اسم الدرس خليته هون واضح؟